وكان معنا أول سؤال أم محمود من السيدة محمود السيدة محمود ألو السلام عليكم عليكم السلام عليكم ومعكم محمد مدي يا فندي أهلاً وسهلاً السيدة محمد تفضلي إزاي حضرتك يا فندي نعمة وفضل الحمد لله طيبش حضرتك لي عند حضرتك شوالين طيب السؤال الأولاني يعني لي أكتر من متوفي يعني فأنا لما أبرا أطلع لحضرتك شدقة لازم أن أنا أطلع لكل فرد شدقة وباسمه ولا أطلع للشدقة واقول يعني عليهه على روحك جميعاً طيب هقول لحضرتك جيهاني الفضالي يلا الفضالي يلا سوف أحددك دعاء مستحب يعني وإحنا بنسلك إنا دعاء مستحب حاضر أقول لحضرتك إن شاء الله أول حاجة السؤال الأولاني بتقول أنا عندي عدد من المتوفين هل لازم لما أجي أعمل صدقة وأهب مثل ثوابها ليهم لازم لكل واحد صدقة حسب الحوال حسب السعة الأساس أن أنت إذا كنت عايزة تكثري الثواب هتعمل لكل واحد فيهم صدقة لكن لو أنت مش قادرة وعملتي ثواب واحدة هل يصل إليهم جميعاً؟ يصل إليهم جميعاً ليه؟ لأن دوات بيكون على سبيل الدعاء ولازم في حاجة مهمة جداً نتعامل فيها مع الصدقة ومع الدعاء ومع كمان هبة مثل السواب حاجة مهمة جداً يا سادة إحنا وبنتعامل مع ربنا إحنا منتعامل مع كريم مش بنتعامل مع محاسب ربنا مش محاسب ربنا خزائنه ملأة سحاق الليلة والنهار اللي علمونا هذه الطريقة إن إحنا لما نيجي نتعامل مع ربنا نتعامل مع ربنا على إنه هو بيحسب علينا نفسنا وبيحسب علينا في العطاء كل حاجة ده ما يعرفش ربنا ده ربنا بدينا نعمة بيقول لنا عليها النعمة الوحدة وين تعدوا نعمة الله لا تحسوها وإحنا من إمتى يعني خدنا من ربنا حاجة بعدد إحنا بنرزق لائما بغير حساب ربنا يعلم في فرق إن ربنا يعلم وإن ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا ربنا بيعطينا بحساب أي حساب مع علاقة هذه النعمة بإصلاح قلوبنا وبتربيتنا مش إن ربنا بيتعامل معنا ببخر حاشا فلذلك لما هي هتتصدق بتصدق وتقول اللهم هاب مثل سواب الصدقاتي هذه لأبي ولأخي ولابن إن شاء الله يصل إليهم جميع